حالة من الفزع والرعب تعتري أوساط الميليشيات الإيرانية المنتشرة في سوريا لم تعد تخفى على أحد هذه الأشياء فبعد أن كانت تلك الميليشيات تتمدد وتؤسس المزيد والمزيد من القواعد والمقار في مختلف أنحاء سوريا ها هي اليوم تخلي مقاراتها وتفككها خوفا من أن تصبح الهدف التالي للغارات والطائرات المسيارة آخر استهداف كان البارحة مع قصف لسيارة تابعة لميليشيا الحشد الشعب العراقي المولية لإيران بطائرة مسيارة قرب الحدود أسفر عن تصفية أربعة عناصر وإصابة آخرين ولكن العام المنصرم كان قد شهد تسعة وثلاثين استهدافا للميليشيات الإيرانية وحلفائها على الأراضي السورية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه الاستهدافات توزعت بين ضربات صاروخية أو جوية تبنتها إسرائيل والولايات المتحدة لكن بعضها الآخر بقي مجهول الهوية تلك الضربات المتكررة أسفرت عن تدمير مائة وخمسة وثلاثين هدفا من مباني ومستودعات ومقار ومراكز وأليات تابعة للميليشيات الإيرانية فيما قتل جراءها مائتان وثلاثة عشر عنصر تابعا لميليشيات إيران وحزب الله اللبناني أو للنظام بحسب إحصاءات المرصد ترجمة نانسي قنقر